وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري شهدت مؤسسة حياة كريمة تفعيل أنشطة مراكز الشباب وذلك خلال افتتاح مركز شباب عرب الشيخ صالح بمحافظة الجيزة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية في المحافظة تضمنت فعليات الافتتاح إقامة العنشطة المختلفة داخل المركز مركز جنوب محافظة الجيزة يأتي ذلك في إطار البروتوكول المبرم بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية وفي إطار الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين والتي ترتكز على تمكين النشئ والشباب من خلال المشاركة في الحياة العامة وتنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات تحت المظلة الكبرى لتوحيد كافة جهود مؤسسات الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية